فيما أفنيت عمرك يعني عمرك ده أدوت إزاي قال أفنيت عمري في أربعة أشياء إيه اللي حصل إيه عملت إيه وإيه 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 قال له في أربعة إيه قال علمت أني لا أخل من نظر الله تعالى طرفة عيني فاستحيت أن أعصي أقول ده وعلمت أن لي رزق لا يتجاوزني وقض منه الله لي فقنعت به السلام عليكم شكرا جدا عيلتي الجميلة على تفاعلكم معايا في الفيديوهات اللي فاتت وبجد بحبكو جدا في اللاب تدوني طاقة إيجابية جدا بتعليقاتكو اللي بموت فيها شكرا جدا جدا لكم ومهما أعدت أشكركم والله مش هقدر أو فيكو يعني مدى حب ليكو والكلام اللي بجد بيرفع من معنوياتي جزاكم الله خيرا ربنا يسعدكم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين والله بدعي لكم بظاهر الغيب أي حد بيعلق لي بكلمة حلوة رغم أني معرفكوش بدعي لكم بظاهر الغيب والله النهاردة الروتين بتاعنا بقى مية مية وده روتين يعتبر روتين مسائي روتين الويك اند ده روتين الفاصل بين إن إحنا قاعدين في البيت ونزلين المدرسة تاني يوم تمام جدا هنا بقى طبعا أنا كل روتين بيبقى عندي غسيل وغسيل كتير جدا فأنا على طول هتلاقوا في غسيل وفي إن إحنا بننشب بعض وكان كده معلومة عال سريع طبعا زي ما بقول لكم لما نغسل الغسيل بتاعنا نستنى إن الدورة تخلص على طول وبعد كده نطلعه وبعد كده على طول نروح ننشره عشان ريحته ما تغيرش وعشان ما نسيبهوش في الغسالة ونحس إن ريحته بتبقى متغيرة وكده ولا نحطه في الطبق ونحطه في البلكونة ونسيبه لأ على طول نعمله هنا بقى البطنية دي ياسين كان بيشرب عصير فوقع العصير على السرير فشلت على طول البطنية وحطتها في البني وحطت عليها شامبو ده شامبو سجاجيد أو شامبو بطاطين يعني أنا بجيبه من عند بتاع المنظفات بتبقى ريحته جميلة جدا 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 وأنصحك إن انت تجيبه بعد كده هاخسل بقى البطاطين وبعد كده كانت الدورة بتاعت الغسيل خلصت فروحت امطلعه زي ما بقول لكم وعلى طول ما بستناش واروح على طول أنشره عشان ريحته ما تغيرش تمام جدا ويلا تعالوا هوريكم بقى السجاد اللي أنا غسلته بره غسلته في المخسلة بس يعني بقول لي يا ريتني ما كنت غسلته عادي أنا بغسله على إيدي بس أنا حقيقة كنت تعبنة فبعدت السجادتين الكبار دول للمخسلة وبعدت معهم بطنية تنين رأة تقيلة جدا طبعا ما بعرفش أغسلها عندي في البيت خالص ولا حتى في البنيو ولا هينفع تنشف عندي أصلا على الحبل ممكن تاخد أسبوع فبعدتهم المهم أني حسيت أن التكلفة غالية جدا إن هو خد مني على سجادتين وبطنية خد مني مية وسبعين جنيه فحسيتهم كتير جدا فقال لي لأ ده هو ده يعني أنت بقالك كتير ما بتغسله السجاد بره قلت له لأ يعني والله بقالي كتير بقالي بتاع خمس سنين بخسل السجاجيدي قبل كده بقى لما كنت بقى حامل وتعبانا وكده كنت ببعد السجاد بس كده بقولك يا بنات إيه رأيكم في السجادة الحمرة اللي أنا كنت فرشاها دي مش عارفة حاسها مش رائع على الأنتري إك منها حمرة وكده ولكن أنا كنت فرشاها عشان أنا كنت بحصل السجاد إيه التاني بتاع الأنتري الأساسي بعد كده قفلت الستاير وهقفل بقى الأنوار وكانت الشقة زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله نضيفها وما فيهاش أي حاجة وكنت بقى هبدأ يدي برضو ريحة انتعاش للمكان وكان فاضل ورايا إن أنا أنظف هنا بوريكو هعفلش الحافظة كان ورايا المطبخ بصوا المطبخ إزاي فهبدأ إننا إن شاء الله أعمله بس قبل ما أعمله هبدأ أعلق على شوية أمح بليلة عشان أولادي إن شاء الله الصبح قبل ما يروحوا المدرسة بحب فطرهم كده كوباية بليلة مع صندوتشين جبنة أو يتعشوا كمان فقلت ألح أعملها قبل ما إيه قبل ما حميهم هنا غلت مية وكنت نقع على البليلة حوالي نص ساعة وبعد كده نزلت على المية خدتها غلوة واحدة بس بصوا بنات أنا خدتها غلوة واحدة وتفت عليها النار وسبتها هتلاقوها استويت على طول يعني سبيها بقى لغاية ما تخلص اللي وراكي هتسبيها ساعة ساعتين على ما تخلص اللي وراكي وتحمي أولادك وتزبطي تنظف المطبخ وتخسلي شوية الموعين وتخسلي الرخامة بتاع هتلاقي إيه إن البليلة استويت تبصوا عاملة إزاي بسم الله ما شاء الله ولا بتاخد سوا يا بنات ولا بتاخد أي حاجة كل ما عليك إن انت هتديها غلوتين بعد ما تنقعها النص ساعة وتنزليها في مية سخنة وتسبيها هتاخد غلوة ادفع عليها واكتمي عليها إيه الغطة بعد كده رح تدخل قدة الأولاب بقى عشان أحضر لهم المنابس بتاعتهم عشان كانوا خلاص هخش بقى ديهم الشوار بتاعهم كان كانوا مدهولين نفسهم بجد يعني كانوا عملين يلعبوا ونسبتهم براحتهم خالص لعبوا وعملوا اللي إنتوا عايزينه وبعد كده أخوكو على طول أحميكو كده وديكو شوار حلو كده بحب أدفلهم الحمام وبعد كده أروح مديهم الشوار بتاعهم عملت تغييرات جزرية في غرفة أولادي فإن شاء الله لسه أنا متابعة تغييرات وكم حيلة كده عملتها غيرت من شكل الغرفة ولسه كمان شوية حاجات تانية هعملها وأخوكو جولة وأوريكو كم حاجة عملتها كده بجد ما أكلف إتنيش حاجة خالص بس بجد بسطت أولادي بص يونس عسل قوي كده ما شاء الله عليه دخلين بقى خلاص ناخد الشوار بتاعنا دخلت مالية البنيو مية دفية وبحب جداً أديهم شوار كده بشغل المية عشان أدفي الحمام المعد كده بدفيها في البنيو بعد كده بحب بحط على المية جداً مية موارد مش بحط كتير هم غطيين بس في المية بتاعت البنيو وبعد كده بحميهم أو بيعودوا يلعبوا في البنيو طبعاً تحت الشرافي لازم أن أكون معاهم في الحمام عشان ما ينفعش طفل يخش الوحده يعني حتى بنت اللي عنده 8 سنين بخلاش تستحمى في البنيو الوحديها لازم أن أكون معاهم بصوا هنا بعد ما تلعبوا وخدوا الشوار بصوا أمامير الزاي بسم الله ما شاء الله يونس بقى بص يونس بيقعد يضرب في ياسين على طول بصوا بيقعد يضرب بعد أنا لو شغلت صوت الفيديو والله العظيم هتتحكوا دحكي عليهم تحسوا أن هم الاتنين نقل ونقير تحسوا أن هم توقام رغم أن الاتنين بينهم يعني سنة ونص والزيادة كمان بس هم الاتنين تحسوا أن هم توقام نائر ونقير هبدأ بقى أنا أشف لهم وهبدأ أنا دلوقتي هدهن لهم جسمهم بزيت جونسون أطفال وبعد كده ببدأ أن أنا إيه ألبسهم على طول بصوا يونس ما بيحب يضحك للكاميرا خالص مهما أنا أملت فيه بحب يضحك بعد كده خلاص لبستهم ومريم طبعا كانت معهم لكن زياد كان مستحمي قابليها بساعة ونام عشان خطر كان اليوم ده عنده نادي وكده فأجي من نادي تعبان فاستحمي وتعشى ودخل نام على طول وإخواته بقى اللي فضلوا صهرانين معايا لغاية ما خلصت لهم هنا روما بقى كده كانت بتصرح شعرها نفسها أنا بقول لها بعد أول ما تخرج من الحمام روحي على طول سليك شعرك لغاية ما جيلك واروح أنا إيه مستقرح حولك بص يا بنات نوع الكريم ده حلو جدا جدا ده ببوز الهند وكمان نوع الكريم ده اللي اتنين رخص جدا مشغالين خالص بحوالي العلبة بعشرة جنيه بس أنا بحبهم جدا النوعين دول بيخلوا شعري أولادي ناعم جدا بصوا بسم الله ما شاء الله وبيخليه بيسلك وبيتحسوا أنه هو كده جميل ولا بينشف الشعر ولا بيخلي الشعر هيش ولا أي حاجة بمجرد ما بحطه لهم على شعرهم بيبقى سايح ما شاء الله زي الزبة بالزل فأنا هبدأ بقى أخد مريم وأسرح لها شعرها عشان أنا بحب جدا أن أنا أتدفره لها وخلي بالك يا بنات أن تطفير الشعر بيطوله جدا فأنت لو عندك بنوتة حتى لو شعرها قصير حاولي تعمله لها كده زي الضفيرة بصوا كده ومعلومة برضو ما تربطيش شعر بنتك لو هتنام بتحت بتوكة ما تربطوش سيبيه كده وخليها تنام على نفس النظام كده حتى لو صحية الدفيرة مفكوكة مش مشكلة هتسرحولها تاني وتدفرولها وتعمل لها توكة كده من تحت وهي رايحة المدرسة بس كده كانت مريم بقى بتقول لكم حطوا لايك أي ما تنسوش كلام مريم وحطوا لي لايك هنا هبدأ أسرح بقى ليسين هنا كان أول ما خرجوا من الشاور بتاعهم يا ماما احنا جاعنين فحطت لهم بطاطا كده لها شوكولاتة لغاية ما حضر لهم العشاء عشان يتعشوا ويناموا بصوا دهوا له بققهم خالص ومش مديني فرصة حتى ان انا سرح لهم شعرهم بصوا الكريم يا بنات اللي انا ورته لكم بجد بيخلي شعري أولادي حلو جدا بصوا بققوا عملي ازاي دهوا البققوا بالشوكولاتة لا ومش بس كده كمان دهوا آآ وش اخو مريم بقى قالت لي يا مام انا هاعد اكل معاهم وابتلها كله على مسرح كمان ليونس يونس اصلا انا يعتبر مش بسرح له عشان شعره آآ احنا عاملينه زي الكرل وكده احنا عايزينه على الواضع ده فانا بسرح له بعد ما بسرح له بروح مفرفره له شعره كده بيدي بص شعره بص قصدي بقوا عامل ازاي كالي الشوكولاتة ودهول نفسه وبيدهول السرير يعني مش بيدهول نفسه بص لا بيدهول السرير بصهم بحبش يسرح خالص واصلا شعره مش جاي التسرحة معينة يعني حاولت اعمله وشعره زي ياسين كده على عينه بقصة كده لكن معرفتش مجايش خالص يعني كل ما فرده له بيدي التمويجة او اللفة اللي في الشعر جي بص بص يلوي شد طبق البطاطا كان هيدهول الدنيا هو ده اكتر واحب بيدهول الفرش هنا بقى قلت لهم يلا اتعشوا وهروح احضلكوا على طول سهحضلهم بقى سندوتشاب بسيطة كده وبعد كده هاخدهم على طول واحاول ان انا انايمهم بحاول انايمهم بدري اخري خالص يوم اما قلهم انتوا سهرتوا الساعة عشرة دي عايز انهم سهروا لغاية الفجر قلهم لا خلاص ده كده كتير ومش عارف ايه لان انا بصحهم بعد الفجر على طول عشان اراجع لهم يعني وكده هنا بقى حضرت العشا بتاعهم كنت جايبة جبنة وجبنة شيدر وشبسي هما بيعشقوا الشبسي جدا نعرف ان هو يعني مش حلو او مش احسن حاجة ان احنا نحطول اولادنا لكن هما بيحبوه انا بحطه لهم في السندويتشات ويه ساعات احطولهم حبة صغيرين في طبق المهم انا عشان يرضوا ياكلوا ويه بحطولهم كده حبة صغيرين في طبق وهم بياكلوا السندويتش كده بياخدوا ايه الشبس معي هروح بقى اعمل لهم السندويتشات على طول ويه كمان لقيت عندي جرجير في التلاجة غسلته ويجي البليلة يا بنات عملتها لهم كده بسكر بس مش بعمل لهم بلبن يعني هما ساعات بيحبوها بلبن وساعات يقول لي لا يا ماما ايه مش عايزين لبن فانا عملت السندويتشات جبنا بيضة وجبنا شيدر وعليها جرجير وشبسي كمان والبليلة وكده تمام قوي يروحوا نستعين بالله ويتعشوا اقبوا البليلة وبعد كده بدخلهم يخسلوا اسنانهم ويخسلوا ايديهم كويس ويتوكلوا على الله يناموا اهم حاجة يا بنات مش غسيل السنان الصبح يعني انا طبعا ده مهم جدا ان انت اولادك يخسلوا اسنانهم الصبح بس الاحسن والافضل ان هما يخسلوا اسنانهم قبل ما يناموا عشان ايه بوائل الاكل في بققهم قبل ما يناموا دي اللي بتعمل التساوس هنا بقى بعد ما ناموا الحمد لله قلت بقى يلا هروح افرش بقيت الشقة وده الوقت المناسب بتاعي اللي انا بعرف بجد انظف شقتي وبجد بعرف اعمل كل حاجة اخد الشوار بتاعي واحس ان البيت هادي كده وما فيه الصوت فببقى الجد مرتاحة هنا حاب اوريكم السجادة اللي اتغسلت في المخسلة بجد اتصدمت اتصدمت جدا لما فتحتها وبجد المبلغ اللي اتدفع فيها والله العظيم مش مش كتير عليها بجد لان هما بجد نظفوها جدا السجادة دي يا بنات كنت فرشاها فوق في الريسبشن فكانت مصدر للهلك كان اولادي ياكلوا ويرموا يخشوا عليها كده بالشباش بوعدة زعقلهم المهم كانت السجادة دي كان نفسي صورها قبل وبعد كانت متطينة حرفيا والزوايا اللي هي المفحرة دي كانت متدهولة فالحمد الله رب العالمين بصوا اللون جميل وفتحة جدا ومشاء الله مضيفة وريحتها حلوة جدا انا والله كنت عايز اسأله والمعطر اللي انتم بتحطوها السجادة جايبينه منين بس قلت اكيد مش هيديلي سر المهنة بتاعته يعني فبصوا كانت نديفة جدا جدا تحفة جدا جدا ورحت على طول فرش عليها الحفظة من فوق التلاتح وكمان دي في دخلة الباب فلقا مش هخليها كده بره فبعد كده رحت شد السجادة شد السجادة شد السجادة شدستاية دلمت الدنيا خلاص وهروح بقى عشان نروح نشوف هنعمل ايه في المطبخ عشان المطبخ بجد يضرب بقى كده دخلة الترقة اللي هي من بعد الريسبشن دي الحفظة بتاعة الترقة يا بنات اللي هي المشاية الطويلة اللي انا كنت جايبها معاكم من سوق التلات كانت عاملة مية وتلاتين جنيه عشان لو حابين تجيبوها يعني ويه فشت المطبخ بالشكل ده ونضفت غسلت الموعين غسلت البوتاجات ويه غسلت الحوض بالموعين بكل حاجة بس ما حبيتش اجيب اللقطة دي عشان ما طولش عليكو الفيديو وتحسوا ان هو ايه ممل شوية ويه خلاص غسلت الموعين والحوض ويه نضفت كل حاجة بالشكل ده ويه هبدأ ان انا انشف الحوض بحب انشفه بعد ما بخلصه على طول بس كده بقى مطبخي نديف مفوش اي حاجة ودي اهم حاجة ان احنا نعملها قبل ما ننام ان المطبخ يفضل نديف عشان تسحي ان شاء الله بطاقة ايجابية تبدأ يوم جديد وده كان الروتين بتاعي ياريت لو عجبك الفيديو تدعميني باللايك الجميل وجزاكم الله خيرا على تعليقكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة